الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المواطنون الأعزاء إنه لمن دواء سرورنا أن نحييكم وبلدنا العزيز في هذه الأيام المباركة على مشارف الذكرى الرابعة والأربعين لمسيرة نحضته الظافرة التي تسير وفق الثوابت التي أرسينا دعائمها منذ اليوم الأول لها وإننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه على ما يسر لنا من رشد وصلاح للأخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية راسخة الأركان ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق نواعد من التطور والنماء وإنه وإنه ليسرنا أن نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها والتي ولله الفضل أن هيأ لنا من النتائج الجيدة ما يتطلب منا متابعتها حسب البرنامج الطبي خلال الفترة القادمة معبرين عن سرورنا العميق وشكرنا البالق على ما أبديتموه وتبدونه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة والله العلي القدير ندعو بل يحفظكم أبناء عمال المخلصين ويرعاكم كراما أوفيا كما يسرنا أن نحي قواتنا المسلحة الباسلة بكل قطاعاتها في جميع ثغور الوطن العزيز على دورها الوطني الجليل الذي يلقى منا كل التقدير على الدوام مؤكدين سعينا المستمر بعون الله في مدها بكل ما هو ضروري من المعدات للقيام بآداء واجبها ورسالتها النبيلة في حماية تراب الوطن والذود عن مكتسباته يسأل الله يمدنا بعونه ويؤيدنا بتوفيقه لكل ما فيه خير عمال إنه سميع قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المواطنون الأعزاء إنه لمن دواء سرورنا أن نحييكم وبلدنا العزيز في هذه الأيام المباركة على مشارف الذكرى الرابعة والأربعين لمسيرة نحظته الضافرة التي تسير وفق الثوابت التي أرسينا دعائمها منذ اليوم الأول لها وإننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه على ما يسر لنا من رشد وصلاح للأخذ بهذه المسيرة نحو دولة ترجمة نانسي قنقر